عقدت عشائر منطقة الزلايا في محافظة صلاح الدين مؤتمرا عشائريا أعلنت خلاله الانتفاض ضد داعش الإرهابي وبراءتها من كل من ينتمي ويدعم هذا التنظيم الإرهابي مؤكدة مساندتها للقوات الأمنية والحجد الشعبي تعقدوا على بركة الله تعالى عشائر الزلايا مؤتمرا عشائريا وتعلن من خلاله عشائر الزلايا عن الانتفاض ضد داعش الإرهابي وإعلان براءة العشائر الأصيلة من الانتماء أو التمويل أو المناصرة لداعش الإرهابي وإعلان براءة العشائر الأصيلة كذلك من أي تواصل أو تعاون مع هذه الزمر التكفيرية والتعهد بعدم الانتماء للزمر الإرهابية أو التواصل معهم والتبليغ عن الحالات المشبوهة وكذلك تتعهد العشائر بمساندتها للقوات الأمنية والحجد الشعبي نعلن براءتنا من تنظيم داعش الإرهابي وعدم الانتماء نهو ونعاهد القوات الأمنية والحجد الشعبي أن نكون خير مساندين لهم في ذحر الإرهاب والإرهابيين كما نثمن عشائرنا منطقة الزلاية الدور الكبير والبارز لللواء 35 التابع لهيئة الحجد الشعبي لما لمسناه من حرصهم على الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم ودورهم في تحقيق أمن واستقرار هذه المناطق نرحب بعودة كل من لم تلطخ أيديهم بدماء أو تورطوا بدماء الناس فإننا كعشائر في هذه المناطق نرفض عودتهم ويجب إحالتهم على القانون على الناس التي تلطخت أيديهم بدماء الناس ترجمة نانسي قنقر